السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا بنات عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وباحسن صحة وباحسن حال. المشروع اللي هنشتغل عليه النهاردة هو فستان لطفلة. انا هعمله لمقاس من سنتين لتلات سنين. هستخدم خيط اليزا ديفا. الخيط بيكترح عليها. ابرت كروشيين. من واحد لتلاتة. ماشي? انا دايما بفضل مع الديفا ابرت اتنين. ما تقبليش عن كده. للناس اللي بتشتكي ان الديفا بتمط معي. هم الديفا عمرها ما مطت معي. وعمر الشوض اللي بتديفا ما مطت معي. وهنشتغل بابرة اتنين. مش اعرف ابينا. مش مشكلة. المهم من هي ابرت اتنين. علشان محتاجين خط خط اليزا ديفا وخط سرمة. تمام? علشان المقاس اللي انا اخدته على طفلة. عندها سنتين ونصف. محيط الصدرة. هتاخذ المقاس من عنده محيط الصدرة. من تحت الابط كده. هتقيسي سلسلة او هتقيسي بالمزورة وتعملي ايه? سلسلة بنفس العدد العدد السنتيمتر اللي طلع. ايسي على المزورة. او لو طفلة قدامك ايسي عليها. انا عملت بالديفا وابرة اتنين طلع مية وعشرين سلسلة. ما اصلا باليزا بركم وتعملي المية وعشرين سلسلة. طبعا اطلع كبيرة جدا. وحتى بالاليزا بالديفا. وعملتي بابرة اكبر او ابر اصغر المقاس هيختلف. المية وعشرين سلسلة دول على ديفا بابرة اتنين. اللي متل طفلة من سنتين لتلات سنين. انا هشرح الفكرة الاول على خط تاني لون تاني لان انا هعمل الفستان اسود. هشرح على لون تاني الفكرة. علشان ايه اللون يبان. ماشي انا هعمل عدد سلاسل ايا كان زي ما قلنا ما خدنا المقاس. عدد سلاسل وليكن ايه دول. عشان بس يبان عليهم الشرح. ونقفل. نتأكد. طبعا السلسلة هتبقى كبيرة عن كده. فتتأكدي ان وانت قبل ما تقفل الترافين في بعض ان سلسلتك كلها معدولة 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 على وش الشغل. مش كده. تمام? معدولة 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 على وش الشغل. وهذه اول سلسلة وادخولي. تمام? ادخولي وقفلي كده. احنا في العادي بنعمل ايه? بنطلع ثلاث سلاسل. لأ احنا مش هنعمل كده. مش هنطلع ثلاث سلاسل. احنا نشتغل حلزوني. حلزوني يعني هي يعني في اول فتحة هتقابلنا اهي. تمام? ونعمل عمود. اه اتسامحوني لو تأصير في اي حاجة الحامل اللي بشتغل بيتكسر. الحمد لله يعني بصليته مكسور نصين. فده مش مش مالك اصور به. الحامل التاني. الممقاة دي. سلسلة. وانت شغالة تتأكدي ان انت بتشتغلي على الناحية الصح. طول الشغلة تتأكدي انك بتشتغلي على الناحية الصح. تمام? تاني. سلسلة هتعملي فيها برضو. عمود. تشتغلي عمود لغاية في كل سلسلة عمود في كل سلسلة عمود لغاية اخر واحدة هنا وبعدين اقول كده اعمل ايه? هنا احنا وصلنا لاخر السلسل. لاخر لاخر السلسلة فيهم. الفروض ان احنا كنا الاول بنقفل بمنسلقة مسلا في اول مكان. لأ. وبنقفلش هنا بمنسلقة ادخلي هنا. تعمل برضو عمود. وتمشي فوق كل عمود عمود. عادي جدا. هتفضلي تشتغلي فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود عمود. خلاص الشغل كده بقى حلزوني معاك. مشي. ده طلعنا هنا بالعمود للسطر التاني هتفضلي تشتغلي. فوق كل عمود عمود فوق كل عمود عمود لغاية ما تعملي. قطعة لغاية نص بطن الطفلة. منتصف البطن. انا عاملة هنا. اهي. القطعة اهي. لغاية منتصف بطن الطفلة. ماشي. وبعدين نعمل ايه? علمي. انت وصلتي اه قبل ما قبل ما تعلمتي هنا على اساس ايه? ان انا عديت السطور اللي قدام والسطور اللي في الخلف. العدد ده يبقى قد العدد ده. عشان تتأكدي ان كده هتبتدي السطر صح. في مكان صح. وتقومي معلمة هنا ايه? الغرزة اللي في الجنب دي اللي هتبتدي من عندها التزايد. انا معلمها ليه? عشان لما اعمل التزايد مفضلش هليفة في دايرة مغلقة. ومعرفش انا تزايد من اول فين. تمام? عايز اعرف. بداية بس التزايد. التزايد هيبقى ازاي? انا علمت قلت المكان ده. ماشي? هاجي هنا في الغرزة دي واعمل ايه? اول واحد هعمل ايه? هعمل غرزتين تزايد اللي هي في نفس الفتحة اتنين بس فين بقى في الباكلوب. ماشي اهو في الباكلوب. السطر ده بس اللي هيتعمل في الباكلوب. ليه? علشان هنضيف لون تاني في اخر الشغل. غرزتين. وفي اللي بعدها غرزة واحدة. واللي بعدها اتنين. هنفضل ماشينا على هذا المنوال. غرزتين غرزة. غرزتين غرزة. يعني في الفتحة اللي هتقابلك سلسلتين. في اللي بعدها في اصلي عمودين. في اللي بعدها عمود. هكزا. تمام? يعني التزايد مرة اه ومرة لا. تمام? هتخلص الدور كله ونرجع تاني. احنا خلصنا الدور اهون. انا رجعت انا في هذه الغرزتين. هنعمل واحدة اهي. زي ما قلنا. واحدة. لأ. اه اه واحدة. وبعدين ايه? تزايد. تزايد اللي هي اتنين في نفس العين. ايه للناس اللي ما يعرفوش يعني ايه باكلوب عشان انا يعني وصلنا لغاية العلامة اهون. الباكلوب يعني ايه? هو السطر ده بس اللي هنشتغله في الباكلوب. هشرحها هنا للناس اللي ما يعرفوش يعني ايه باكلوب. كل كل سلسلة لها اه 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 اتنين كده مفوق. مشي الباكلوب? انا مش بشتغل من تحت الاتنين كده. زي شغلي العادي. بدخل من تحت الاتنين واسحب. لأ. بدخل من تحت واحدة. الخلفية اللي ورا. تمام? اهي. بدخل من تحتها. واطلع بالعمود عادي. تمام? في الورا. مش في كلها. ده ايه الشغل اللي في الباكلوب. احنا كده عملنا التزايدات. غرزة اه. وغرزة لأ. انا بحب الكلوش ينزل اه على مهلو كده بالروحة. ما بحبش يكشكش على طول بسرعة. هنعمل كده بعدها ايه? آآ دور عمود برضو. وفي اللفتين عادي. ما شئ من غير اي تزايدات ولا تناقصات. يعني الدور اللي جاي هنشتغل. احنا قلنا وصلنا للعلامة هقول اللي احنا معلمين فيها التزايدات. تمام? هنشتغل في كل غرزة? غرزة عادي جدا. عمود ولا اي حاجة. لا تزايد ولا تناقص. عمود عادي جدا. تمام? بعد كده نخلص الدور ده ونرجع برضو عند العلامة اللي احنا معلمين هدي. آآ وهنا يا بنات وصلنا لطول الفستان زي ما احنا عاوزين. شوفوا كده اهو. انتو انا قلت ايه? كل واحدة هتشتغل طول الفستان زي ما هي عاوزة. عاوزة فوق الركبة تحت الركبة. آآ انا هنا لغاية هنا شايف الفستان الطول اللي انا هو ده اللي انا حبيه. حين بقى هنعمل ايه? خليكم فاكرين. قلت عند العلامة. تمام? عشان لما نقفل يبقى كل الفستان طول بعضه. تمام? اللي بتتلخبط تحط علامة زي ما انا عاملة. انا من الناس اللي بتتلخبط. انا بشتغل دايما بالعلامة. تمام? فايه? بالذات في ما بيكون حاجة كبيرة كده. لو حاجة صغيرة مش بعلم. لكن حاجة كبيرة زي دي بشتغلها لازم بالعلامة. هنا بقى هنعمل ايه? زي ما تعلمنا قبل كده. هنقفل السطر. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي? احنا كنا شغالين اهو? شغالين عمود. هنعمل غرزة عمود. تمام? وبعدين غرزة حشو. آآ قصدي نص عمود. وبعدين غرزة حشو. وبعدين غرزة منزلقة. تمام? كده انا قفلت سطور الفستان. اهو. ايه دي كده? شايفين? سطور الفستان اهي. اهي. مستوي اهي. هنعمل ايه? هنعمل زينة الحرف هنعمل حرف ايه? فستونات كده. في ناية الفستان كده حاجة تدي له تقل شوية وتدي له منظر. ماشي? هنعمل هنا عمود. على طول كده عمود من غير الارتفاع اتنان غير حاجة. ماشي? وايه دي? تاني عمود في نفس الفتح. عمودين. بعد العمودين هنعمل ايه? هنعمل ايه بيكو. لكل هو ايه بصي? تلات سلاسل. وندخل بحشو في اول سلسلة من التلاتة تحت. نعمل حشو. لا مش حشو منزلق. معلش? الدنيا دخلها عندي في بعض. تمام? وبعدين ايه? بنعمل عمودين كمان. كل ده في فتحة واحدة. كل ده في فتحة واحدة. وبعدين بنسيب غرزة. في اللي بعدها بنعمل ايه? بنعمل حشو. تمام? ونسيب غرزة برضو. وفي اللي بعدها بنعمل نفس الموضوع تاني. عمود التاني. عمودين. وبعدين بيكو. لتلات سلاسل. انين تلاتة. نرجع ندخل في الاولى تاني. ومنزلقها. ومنزلقها. وبعدين عمودين برضو معهم في نفس الغرزة. بقى ايه? اربع اعمدة بينهم بيكو. تمام? اهو. شكلها بيبقى كده. تمام? هنعمل تاني. هعملها معكم تاني كمان مرة. هنسيب غرزة. وفي اللي بعدها بنعمل عمود. التاني. معها في نفس الفتحة. وبعدين بيكو. تلات سلاسل. ونرجع ندخل في الاولى نية. منزلقها. وبعدين برضو عمودين معهم في نفس المكان. وبعدين بنسيب. غرزة. وفي اللي بعدها بندخل حشو. تمام? هنعمل كده الدور كله. ونرجع لبعد تاني. حين يا بنات. وصلنا ايه? للنهاية هنا. هنجي هنا. دي. ونعمل ايه? ونعمل حشو. ماشي? ونقطع الخيط. ونقص. ماشي? ونقمن الخيط كده. ونقفل. كده ايه? كده خلاص خلص الفستان. ماشي? الكنار اهو. ايه زوريه لكم بس على دي عشان طبعا اسود من الشايبان. اهو. اهو كده. تمام? كده اهو. فستان كله. كده ايه? الجزء الاول من الفستان خلص. ماشي. لسه في جزء تاني للفستان هنعمله مع بعض. تمام? اهو. فاكرين لما قلتلكم احنا اشتغلنا اول غرص في التزايد في الباكلوب. ليه? عشان الفرانت لوب دي هنشتغل عليها بس بايه بقى? بالسرمة. تمام? هقول لكم بقى ازي. فك السرمة كده ونزفطها. ونرجع لبعض. هنا يا بنات اهو. رجعنا عشان نكمل الفستان. فاكرين لما قلتلكم اشتغل هنا في الباكلوب? ماشي. هنعمل ايه? زي ما انا اقلالكم قبل كده في اكتر من فيديو. احنا لو بنيجي نوصل للشغل ما بنوصل لو هاوصل للشغل في اي حاجة ما بوصلش لا من قدام ولا من ورا. يعني لانا في السنتر من قدام ولا في السنتر من ورا. الوصل دايما يكون من الجناد. لانه ما بيبنش زي زي من قدامه من ورا. هنروح هنا في في الغرزة اللي هي في الباكلوب. اللي هي دلوقتي الفرانت اللي احنا كنا سايبينه. ماشي? ونوصل ايه? نوصل خط السرمة. ما قلت من الاول هنجيب خط سرمه. تمام? ده بعد ما فكيته. هنوصل خط السرمة ونعمل ايه? كده. ونربطه. هنخفي كل ده في قلب الشغل. الاخر. نربطه كويس لان خط السرمة آآ آآ ريخم كده. تمام? ونعمل ايه? نشتغل ايدي واحد. ونحد. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تسعة عشر. عشر سلسل. اخدو بالكو يستلسل بتاعتها غريبة كده. ونسيب تحت في الشغل كم غرزة? خمسة. اخدو بالكو. في اللي احنا كنا شغالين فيهم. تمام? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ماشي. هنقول من هنا عشر. ندخل هنا. نعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تسعة عشرة عشر سلسل من السرمة. ونسيب تحت خمس غرز. تمام? في الخمسة نعمل ايه? نعمل حشو. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الخمسة بنعمل ايه? حشو. تمام? هنكمل كده لنهاية الدور ونرجع تاني. هنا خلصنا الدور يا بنات. جينا عند اخر واحدة. برضو عملنا عشرة. مش هندخل فين? عشر سلاسل هم هندخل فين? هنا كده في قلب السلسق في العشر سلاسل دور ونعمل حشو. واحد اتنين تلاتة. اخدوا بالكم انتم تشتغلوا السرمة بجد يعني رفيع قوي كده وبيخلط وحاجة صعبة يعني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 تلاتين تسعة عشو. ماشي? هنعمل برضو عشر سلاسل ندخل فين? هنا هنعمل خرصة شبكة. هنا. تحت السلاسل دي. في أي مكان تحت السلاسل. ماشي هنعمل تاني عشر سلاسل واحد اتنين. تلاتة ربعة خانسة. ثلاثة التاني. هتغلبني على مخلص. ماشي نجي العشر سلاسل وندخل برضو تحت السلاسل دي هنا بصوا كده مش في قلب السلاسل من جوه لأ تحتها كبه هنعمل حشو هنشتغل كده لنهاية الدور ماشي بنفس العشر سلاسل ماشي بعد العشر سلاسل هنعمل ايه؟ هنعمل اول دول عشر سلاسل اول دور عشر سلاسل ثاني دور عشر سلاسل لما نجي عند الفتلة اللي احنا سايبينها دي كده لانه كله هيبقى زي بعضه هنعمل تالت دور كام سلسلة هيبقى اربعتاشر سلسلة تالت دور اربعتاشر سلسلة ونمشي لايه؟ لاربعتاشر سلسلة دور تقريبا خمس دور كمان يعني ايه؟ عشان ما ارجعلكوش تاني بيه اشرحلكو ونكمل للنهاية يعني اول دور وتاني دور عشر سلاسل ثالت دور لغاية سبع دور اربعتاشر سلسلة بعد كده بقيت الفستان هنمشي بيه كام سلسلة تمنتاشر سلسلة يعني عشر اربعتاشر تمنتاشر اخر حاجة تمنتاشر لنهاية الفستان لفين؟ لهنا قبل الفستانة بسطر تمام؟ قبل الفستانة بسطر هنا كده هنسيب سطر وقبل الفستانة بسطر تمام؟ نوصل لهنا يا بنات ونرجع مع بعض ان شاء الله بامر الله هنا يا بنات انا خلصت ورزة الشبكة اهي ماشي انا ما قلتش احنا ليه اشتغلنا بسرمة اشتغلنا بسرمة ليه ما اشتغلناش بحارية لان الحركة هيبقت قيلة يخلي الفستان تقيل قوي السرمة ملهاش وزن خالص حاجة كده اكن ورقة مفيش خالص هنثبتها لان احنا لو سبناها كده هتبقى عاملة كده هتعمل كده هيبقى شكلها مزاري هنثبتها في قنارة الفستان من تحت اثبت ازاي مزبوطة هعدي اخر دور في الشبكة عندي ماشي كم واحدة يعني كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة تعدي كلها هنطلع عندي اربعة وعشرين واحدة وبعدين تعدي غرز الفستان من تحت اخر دور كلها 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 ماشي تلعت عندي انا بيتين اتنين وتمانين غرزة يعني انا عندي هشبك هسيب تحت كل كام غرزة كل اتناشر غرزة بنعمل ايه بنقسم الميتين اتنين وتمانين دول على الاربعة وعشرين عشان نعرف هنسيب كام غرزة تمام هعملها لكم عملي احنا هنا خلاص بصمنا كده نشوف بالزبط كده هنشبك فين الشبكة ازاي مزبوطة ماشي مزبوطي الفستان كده ماشي تعالي على الدور اللي قبل الاخير هنا انا اقفله هنا بحشو ماشي واجي هنا على اخر دور فوق الصدف على طول ماشي واعمل حشو وكم سلسلة خمستاشر واحد اتنين خمستاشرенное تبردها.. سلسلة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر. في الاتناشر هدخل من تحت العمود كده. ماشي? من تحت العمود كده اصحب السرمة واعمل حشو. بعدين اعد كم غرزة? واحد. الخمستاشر اللي احنا كنا عاملين هون. لأ انا كان المفروض. لما اعمل الخمستاشر قبل ما اشبك في الفستان دي سهو مني. ندخل في اللي على هتدور هنا في الحلقة نشبك دي معاهم. نعمل هنا الحشو الاول. تمام? وبعدين نعد هنا الاتناشر غرزة اتناشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستعة تمانية تساشر احنا ادي الغرزة الاتناشر هين? هلف من تحتها واخد الحشو. تمام? عشان ابقى سببتها. اهي. هنكرر الموضوع تاني. هنعمل خمستاشر غرزة. واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد واشر اتناشر خمستاشر خمستاشر. هنعمل ايه بعد الخمستاشر? الشبكة اللي عليها الدور. ماشي? دي. هتخش فيها عادي زي ما كنا بنعمل فوق. نعمل حشو. ونقف كده. نعد هنا تحت اتناشر. احد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. احد واشر اتناشر. ايدي العمور اتناشر اهو. ماشي. كده من تحت الخيط واخشو. هنكمل بنفس الطريقة دي لنهاية الفستان. ونرجع نشوف. هنا يا بنات انا خلاص ركبت الشبكة. في الفستان كله اهي. اتقفلت. من هنا اهي زي ما ورتكو. اهو. كل الورز. ماشي. هنجيب حزام مناسب ونركبه هنا. عايز تعملي حزام من السرمة اعملي. انا جاي بحزام بس مش عارفة راح فين. ادور عليه. محبتش اجل التصوير. تمام? ادي الفستان اهو كده. اصوره في الاخراب لما اخلص. انا لما جيت است الفستان على البنت على بنتي. لقيت ان الجزء الفوق طويل. ما كنتش حبة كده. فعملت ايه? طبعا مش هفوق. فانا تانيته من فوق. قلت انا اعمل افتكاسة كده. تانيته من فوق. تمام? عايزة تعملي الحملات على طول زي ما انا يعني زي ما انا هعمل دراتي الحملات بس على طول من غير ما تتني لو المقس مزبوط اوكي عندك تمام. مش مزبوط انا هعمل الحملات بعد ما تانيت. تانيت الجزء اللي فوق ده. وكنت اصلا انا كم مش عايزة استرمة على جسم البنت لان السرمة خشن. فانا هشتغل السرمة هنا. على دي. بس هعمل الحمالة الاول. بتظبوتي المقاس بتاعي الحمالة. انا بزبوط المقاس بتاعي الحمالة. ما بعيدش. وانتي بفروط تعيد ايسان بعيدش. بعمل كده. ماشي. بزداد عشان تكب. وكده. اربعة. تمام? الحملات هتبقى هنا. الحيطة اللي في المصط دي خدها كده فريدي كده. الحمالتين هيبقوا هنا. تمام? هاجي هنا. من تحت الغرز ما انا تانية الفستين. ماشي? من تحت الغرز من هنا. وهدخل. هوصل الخيط. انا اصلا هعمل حمالة بفيعة كده. حاجة سيمبل كده. وهربطه. تمام? هتعميلي هنا. في الاربع اماكن تعميلي سلسلة طويلة بمقاسمة تطربت كده على الطفلة. حمالة. هعمل هالم هعمل في الاربع زوية. السلسلة دي. ماشي في الاربع اركان ونرجع لبعد دي. هده عملت الاربع حمالات. اربع سلسل كده. هيتربطه كده. فقط في الطفلة. تمام? وهنعمل ايه? اربع وردات سيرمن ثبتهم من خط السيرمن ثبتهم هنا. في دي للسلسلة. دم الفكرة وصلت. طبعا انا ايه? بوصل لكم فكرة وكل وحدة تعمل اللي اللي يعجبها يعني. هو احنا بنعمل في الاربع بسيط كده. ماشي. ممكن السلسلة دي تشتغل عليها بغرزة حشو. عشان تخليها امتن شوية. تمام? السرمة بقى هنجيبه ونشتغل حشو على على الحرف ده كله. زي ما قلنا بنوصل الخيط من الجنة. السرمة هنوصله ونربط علشان خاطر هو مش امانة. انا انا للا امانة اول مرة اشتغل بالسرمة بصراحة. وان شاء الله بامر الله يعني هو شغله سهله بيخلص بسرعة بس رخم. يعني هو مستعب يعني الشبكة دي باخدش وقت باني خالص. بس رخم. تأكد ان احنا بنشتغل بعدلة الشغل مش بالقلبة يا بناه. تمام? هنعمل حشو. في كل لأ اعملي حشوين في كل غرزة. لان السرمة ضعيف. تمام? حشوين في كل غرزة. برواس بسيط كده خالص. ايه ده انا بشتغل برة كدر. معلش? اه هنعمل زي ما قلت كده هو حشوين في كل غرزة. اهو. ما شاء الله كنت بشتغل برة كدر. بس يا بنات. الفستان ده انا عامليه كده اكتهادي من اوله لاخره. التصوير على قدي. الفكرة. المهم ان الفكرة وصلت لكم. اتلخبطت في شوية حاجات. معلش هزروني. طبعا انتم عارفين دي اول مرة صور الفستان كده ولخمة يعني. تمام? هنعمل ايه? حشو. حشوين في كل غرزة. حشوين في كل غرزة. بنهاية الغرز. اه اه ادي الفستان بعد ما عملنا القنار اللي هو الحشو في كل الغرز. مش وعملت حتة وردز غنانة خلص كده. حطتها هنا في جنب كده. يعني خلاص مش محتاج حاجة فوق يعني. وادي حزام حطيته. ده مؤقتا لغاية ما جيب له حزام. اه فيه شغل سرمة زيه. تمام? كده الفستان اه. تمام? احنا كده خلصنا الفستان طبعا اللي فوق ده اه من اختيارك الحملة من اختيارك انا بس بديكم فكرة ليس الا للفستان. وآآ يا رب بكون قدرت اه اوصل لكم حاجة سامحوني لو فيه غلطات وانا بتكلم في الفيديو. آآ ده بيبقى انا بس عشان متوترة شوية. الفيديو تعمل في وقت كبير جدا. عملت فيديوهات كتير قوي وهلزقها في بعض. انتو عارفين شغل اللي بياخد وقت. وآآ بجد الفستان على قدم هو بسيط على قدم انا ازهقت يعني. كان فيه غلطات كتير وانا شغالة في المقاس آآآ تدركتها بموضوع ان انا تانيت الفستان من فوق لاني اكتشفت وانا شغالة اني من فوق اطور. آآآ طبعا ده يعلمنا حاجة. انا كم ممكن ما اقولش موضوع زي ده بس ده يعلمنا حاجة ان احنا لو حصل معانا اي دروب في الشغل وفي المقاس انت بتعمل لنفسك لبيتك لكده ما خلاص مش تقولي لأ آآ كده الفستان خلاص بس لأ. تقدري تسلحي تقدري تضبطي. سور يا جماعة باب كان بيخبط. آآآ كده كده خلاص انا انا كده اقولت كل اللي عندي وان شاء الله بامر اللي اهو الفستان اهو على اوضح كده. كده. هعمل بس وردات للحملات ودي طبعا مش محتاجة يعني ان في الفيديو لان خلاص كده انا ازي ما بيقولوا زي اكت خلاص من الفستان ده. آآ اشوفكم على خير ان شاء الله بامر الله في اعمال تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.